دعني أبدأ معك دكتور نيضال من باريس هل جاء المؤتمر الفرنسي بما يكفي أو ما هو مطلوب لإنقاذ الجيش اللبناني من أزمته الحادة مساء الخير يعني كما تعلمين السياسة الفرنسية والاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني هو اهتمام واضح جدا فرنسا تحاول أن تفعل أي شيء لعدم ذهاب لبنان نحن نحو الهوية هذا المؤتمر هو أيضا فرنسا كانت تحاول يعني هو ليس ليس إنقاذ الجيش لكن يعني عدم الذهاب نحو أنت تعلمين يعني مؤسسة الجيش هي آخر المؤسسات القائمة بحد ذاتها في لبنان فبالتالي هذه عملية يعني عملية إنقاذ يعني أنه وصل الحد إلى الآخر يعني كما يقال فبالتالي هي عملية إغاثة إذا بدك يعني للجيش كما هو للبنان فبتأكيد المساعدات يعني هي لن يعني هي لن تكون ليست كافيا الاحتياجات كبيرة بالنسبة للجيش اللبناني خاصة أن الوضع اللبناني يعني هو يزداد يزداد سوءا من يوم إلى آخر أنت تعرفين يعني هناك يعني إضافة إلى بعض هذه المشاكل الاحتياجات اللوجستية الاحتياجات الغذائية وغيرها من الأمور أنت تعرفين هناك مشكلة أيضا يعني معاشات معاشات الجيش اللبناني وذلك بعد أن فقدت الليرة اللبنانية قرابة يعني التسعين بالمئة من قيمتها كل هذه مشاكل كبيرة جدا إذن هناك يعني دور فرنسي وتحرك فرنسي قوي جدا من أجل يعني عدم زهاب لبنان نحو النيهار الكامل فهذه الخطوة اليوم تأتي في هذا الإطار لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية الجيش اللبناني ويعني تقديم شيء لها لعدم الذهاب بسرعة نحو الهاوية